600 مليون دولار هو حجم الخفض الذي اقرته الأمم المتحدة لميزانية العام القادم لقوات حفظ السلام المنتشرة في 15 منطقة نزاع في العالم هذا الخفض جاء بضغط من الولايات المتحدة بالدرجة الأولى التي دفعت باتجاه ترشيد الانفاق في المنظمة الدولية منذ تسلم الرئيس دونالد ترومب الحكم وهو ما بحثه الأمين العام للأمم المتحدة مع قادة الكونغرس ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن في زيارة استمرت ثلاثة أيام نؤمن أن زيارة الأمين العام إلى واشنطن كانت مثمرة جدا لقد وجد فهما واسعا للعمل الذي تقوم به الأمم المتحدة وأهميتها وأهمية عملياتها المختلفة حول العالم نعتقد أن ذلك سيسعدنا للمضي في علاقة قوية في المستقبل الولايات المتحدة ستبقى المساهمة الأكبر في ميزانية قوات حفظ السلام الدولية بنسبة 28.4% لاحظنا أن عددا من مهمات حفظ السلام التي تعمل منذ وقت طويل باتت جاهزة للتغيير في ولايتها وقررنا الخفض بنسبة 7.5% في ميزانية عمليات حفظ السلام للعام المقبل لتعكس بشكل مسؤول انتشار موظفي الأمم المتحدة الخفض في الميزانية تزامن مع إنهاء الأمم المتحدة مهمتين لحفظ السلام في هيتي وساحل العاج فضلا عن خفض كبير في حجم القوة الدولية المنتشرة في دارفور في السودان الميزانية العامة للأمم المتحدة ستقر في اجتماعات لاحقة في أيلول سبتمبر المقبل بعد تجاوز العقبة الرئيسية الحالية المتمثلة بميزانية قوات حفظ السلام من الأمم المتحدة في نيويورك نبيل أبي صعب الحرة ترجمة نانسي قنقر